فأنا أريد أن أقول لا تشغلكم هذه الفتنة بدرجة أنها تحبط إيمانكم بالعكس تخون إيمان أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبته بالله نما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد عجيبة العجائب أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي قرأ منه عمر رضي الله عنه ست عشرة آية من سورة طاها كان سببا في دخول النور الإلهي والإيماني والرباني إلى قلب عمر وصار هو الفاروق وصار هو الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني مآثر عمر رضي الله عنه هذا القرآن نحن قرأنا يعني عمر قرأ في البداية ست عشرة آية لمرة نحن قرأنا هذه الست عشرة آية ألاف المرات ويبدو أن القلوب مغلقة فما دخل النور بعد الآن الناس في حالة هزة إيمانية أو أتخيل هذا ربما نكون في هزة لكن جل الأمة مساقة سوقا غريبا بما تسمع وكأنها صارت كالببغاء التي عقلها في أذنيها الابتلاء الذي جاء العلماء كيف يعالجون قلوبنا في هذا الأرض اضحق في وجه الابتلاء بالتوكل على الله الإنسان عند الابتلاء الشديد كما هو مبتلى إخواننا وأبناؤنا في الأرض المحتلة تماما كسيدنا يونس ذنون داخل الهود ولكن عندما تتعطل الأسباب وعندما تتوقف الأسباب وعندما سبحان الله تكون لا أسباب بل بالعكس الصديق الذي نظنه صديقا يعادينا أكثر من أعدائنا وطائفة المنافقين السبعة عشر الذين كانوا تحت قيادة ابن سلول عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة صاروا بالملايين وترهم في بيتك وفي جيرانك وفي شارعك وعلى شاشتك هذه كارثة ولكن ولكن كأن أبناءنا الآن في وسط هذه الورطة داخل بطن الحوت لكن عندما تتوقف الأسباب كلها تظهر أسرار الأحدية إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله الواحد القهار هكذا كيف الحوت يبتلع يلتهن بالتوحيد ماذا صار صار لسيدنا يونس غواصة محمية تماما يتجول فهف البحر والبحر الذي يغرق صار سبحان الله العظيم متنزه لسيدنا يونس والحوت يتمشى أو يسبح سبحان الله ولكن هذا الحوت الآن لنا كأمة هي أهواؤنا وكأننا دخلنا داخل هذه الأهواء وأننا يجب أن نقول وأن نوحد مع سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين ليكون لنا هذا خارطة المستقبل خارطة المستقبل فالإنسان سبحان الله يعني يجب أن لا يركبه هواه يجب هو أن يركب هواه فإن ركبت هواك أو صلك وإن ركبك هواك والعزو بالله رب العالمين قتلك ولذلك أنت من الواجب أنت وأنا أن ندعو الله عز وجل أن يشفي لنا عيوبنا قبل أن يشفي لنا ذنوبنا أو مع شفائنا من ذنوبنا ومحو ذنوبنا وغفرانها لماذا؟ لأن عيوبنا ملكات زي بالضبط ما الفرق بين العيوب والذنوب زي بالضبط الذنوب عامل زي المرض الخفيف نتوب منه بالعلاجات المعينة لكن العيوب كالأمراض المستعصية عايزة كيماوي وعايزة أشعة وعايزة سبحان الله ليزر وعايزة سبحان الله فكأني أقول أن العبد الصادق العبد الصادق أن يدعو الله أن يعافيه من عيوبه مع شفائه من ذنوبه أو يشفيه من عيوبه مع شفائه من ذنوبه شوفوا قد أعيش أنا كما قلت يعني بالنصف أجهزة في فيديو سابق أو درس السابق لكن لا أستطيع أن أعيش بلا قلب وبلا عقل وبلا توحيد تقصد مصيبة التوحيد لا يقبل الله فيه إلا مئة بالمئة مئة بالمئة الصلاة ممكن يعني تقبل لكن لكن التوحيد لا يجاهل الله شوفوا الناس اللي هم ليسوا على دين التوحيد حاربت أمريكا ظلما وزورا فيتنام وهجمت جيوشها بعتادها وعدتها على الشعب الفيتنامي وتحول الشعب الفيتنامي إلى مقاتلين يصدون هذا العدوان سنوات وعدين عنت لهم في الخمسنات يعملوا معهد الصلح واختاروا باريس مكانا للصلح جاء أربعة يمثلون الثوار الفيتناميين غيرون أنتوا كم واحد جايين امرأتان ورجلان أربعة طيب آخذوا راحوا الأربعة فاستقبلوهم في البطار حجزوا لهم في فندق خمس نجوم عشان المفاوضات ففوجئ المستقبلون أن الأربعة لا يصفحونهم لماذا لا تصفحوننا قالوا الله احنا ما زلنا في حالة حرب معكم ما صنعنا مبادرة سلام إلى الآن طيب يلا تفضلوا على الفندق قالوا لا نحن لا نتابع احنا المعادل المفاوضات تبدأ متى قالوا صباحا لقد خلاص صباحا لقد نأتي في المكان المفاوضات طيب لماذا لا تنزلوا في الفندق لا احنا ننزل عند الطالب فيتنامي له شقة صغيرة في أحد دواحي باريس يا الله قال لأن احنا كده نخونوا إخواننا لأن احنا الشعب الفيتنامي لم يصرح لنا ولم يعطونا تفويض بالمصافحة ولا بنزول في فنادق خمس نجوم ولما وجدوا في الستينات والسبعينات بعض من ربوز المقاومة في بعض البلاد العربية ويركبون السيارات الفارهة ويعيشون معيشة الأمراء والقياصرة قالوا هؤلاء لا تنتصر قضيتهم قالوا له هذا في وجههم قالوا أنتم هكذا لا تنتصر هكذا قالها الجياب الجنرال الفيتنامي في حربه مع الأمريكان قالها لهؤلاء بعض الزعماء الفصائل يعني هذه قضية فأنا أريد أن أقول لابد أن نبحث عن أين الخلل الخلل في إيه الخلل في مفاهيمنا الخلل سبحان الله في أننا نظرنا أن التوحيد هذا يعني مسألة العجل التوحيد ومسألة الأتقياء سيد نيروس داخل الحقود صير كل أعداءه من حوله أصدقاء له يخدمونه سبحان الله فنحن نريد أن يعني أن لا نضيع يعني أن نجنب العقول لكي نأخذ بالنا من مرب العجور لا في فرق فرق كبير إحنا عايزين تربية وخور يعني أن تربيعوا بعضين عايزين نتحور كما قلت من قبل كأمة من دائرة الوجود إلى دائرة الشهود إحنا متواجدين آه نعم لا لا سبحان الله مش قلنا عن سيدنا إبراهيم قال أرين كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال القرآن يعني قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطائر فاصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء يعني زبحت إيه ونثرها فوق الجبه ثم ادعوهن يأتي نكا سعية طب ليه ماذا يحش أربع عزق الله حيوانات خراف وغزلان وما موجود على الأرض لا الطيور همته عالية القرآن مربي يجب أن يكون كالصقور على الذرة تزغي لوسوسة القمر لا كالغراب يطارد الجياة الحقيقة في الحفر الإنسان سبحان الله يجب أن يعني أن نهتم لأن تعد الذئاب على من لا كلاب له يعني وتتجنب يعني سطوة السبع الضاري ليه لأن تخاف منه ولا يجب أبدا إلا أن تكون أسدا في الحق فأنا أريد أن أقول لا تشغلكم هذه الفتنة بدرجة أنها تحبط إيمانكم بالعكب تقود إيمان أبناء يضربون منثالا وأنثلة كل يوم على قوة الإيمان وقوة اليقين والأطفال قبل الكبار والأمم تمر بمراحل وإن شاء الله رب العالمين سوف يهيئ الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة يعني أمر رجد يعيدها إلى جدة الطريق ويعيدها إلى دينها ويعيدها إلى إيمانها ويقينها أحبتي في الله إن كان يونس قد استعان بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنحن كلنا ذنون يجب أن نستعين بالله استعانة عملية وليس استعانة كلامية ولا دعاء من الألسنة أو من اللسان الدعاء من الجنان ومن اللسان ومن الأعضاء والأركان هكذا تؤوب الأمة إلى شاطئ السلامة اللهم يسدنا وثبت الذين تفزعهم أمور معينة واعدنا إلى حومة الإيمان يا رب العالمين وصلا الله وليس سيدنا محمد وليس صحبه وليس صحبه وليس صحبه وليس صحبه وليس صحبه وليس صحبه